شهدت القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بالغربية بمركز الصنطة ضمن مبادرة حياة كريمة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1722 حالة وتم صرف الأدوية بالمجان وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية أسامة أحمد أن القوافلة الطبية تستهدف الكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية مشيرا إلى أنه تم تحويل 25 حالة التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات كما تم عمل ندوة تثقفية للمترددين على القافلة